موسيقى اليوم دخلت الهيئة لا دخلتش بتشكيلة ديالها العادية تتكونية مثل تدي القضاة رئيس ومستشارين اليوم دخل مستشار اخر يمكن كان احتمال ديال انه يكون احد المستشارين في وضعية صحية لا تسمحوا بان تنعقل الجلساء بطبيعة الحال بدونه اخرات المحكمة قالك لضروف خارجة عن ارادة المحكمة تأخر الملف كان املوا انه الاثنين المقبلة هو ان شاء الله تسعود سبعة قد يكون ان شاء الله نتائج الخبرة ونتمكنه من معرفة النتائج والحسن في الجدل القائم حول الفبراكا المتبه وعكا صحية نتمنى من هذا المنبار له الشفاء العاجل والعودة الى مزولة مهمه في احسن ظروفه الصحية النقطة الثانية هو انه الخبرة التي امرت بها المحكمة بناءا على طلب السيد الوكيل العام ودفاع الطرف المدني لم تنجز وبالتالي اولا قانونيا تشكيلة غير مكتملة لنقشة الملف كان خصوة يتأخر الملف وثانيا الخبرة لم تنجز كان خصوة يتأخر الملف الذي اثر انتباهنا هو عدم حضور على الاقل 95% من دفاع المشتكيات لجلسة يوميه السؤال هل كانوا معلومين بتأخير الملف او بان الملف سيتأخر او انه محط صدفة ولكن انا اوهيب بكتابة الضبط انه في مثل هذه الحالات لدينا زملاء لا في الضفة اللي معانا احنا دفاع بو عشرين ولا في الضفة الاخرى ديال دفاع المشتكيات معانا زملاء اللي خارج مدينة الضربدة اللي من تطوان اللي من كناس اللي من نرباط اللي من مدن اخرى اه يعني اه انسانيا نحاولو نتصلوا بهم ونخبروهم بان الملف غادي تأخروا بلا ما ياخدوا عن طريق طريق فيها فيها الافات فيها يعني مخاطر على الاقل نجنبوهم هذه المخاطر هذي هذي مسألة انسانية ما عندها على قلب قانون ولا باسميت وهذي مسألة انسانية لك الملف غادي تأخروا معروف انه غادي تأخر قبل نعيقاد الجلسة على الاقل نتصلوا بزملاء ونخبروهم بانهم يجيوش احنا مستعدين يتصلوا بنا احنا المحامون ديال الدربدة نتصلوا بزملائنا وخيكونوا ديال الطرف المشتكيات او الدفاع اللي معانا احنا دفاع بو عشرين نتصلوا بهم احنا زملاء في الاول والاخير ولكن يهمنا راحتهم تهمنا صحتهم تهمنا بذلك المروري يقول بانا هيئة الريباط لم تحضر اتفاق مسبق هذا وهم هذا وهم وكلم لا استلولى من الواقع ولا من القانون ويعني زماء لا حلو لا قوة الى بله ولماذا حضرت انا من تطوان لماذا لم يخبروني بان بان لا احضر وانا لم اعلم بهذه المقاطعة المتوهامة وبالتالي بالاكس ان الاستاذ الهيني كان غديجي فقط انه عنده جلسة بمحكمة الاستئناف بالرباط وراء الزملاء ديال الطرف المدني الاخرين حضرين وبالتالي فما تم تصريح به لا اساس له من الواقع ومن القانون وهذا تيبيا غير تلك الخلفية اذا ما شي خلفية اشان اقول لك ما عندي باش نوصفها وبالتالي كان تمس من الزملاء انهم يتوقفوا من هاته التصورات الفارغة انا سبحانيا ما غانجوش على الهضادي الاستاذ زيان انا انا نجوب على شي ادرام عقولي اما نجوب على الاستاذ زيان يعني الخبرة ما موجوداش لو كنت موجودة كن المحكمة اعطسانا وخاء ان احد اعضاء ديال الهيئة غير موجود لان هذا الاجراء لا يعتبره خرقا مستريا في الحالة مثلا الا غافية احد الاعضاء لان ما غن نقشوش فقط غتمكن المحكمة لان وجود مستشار يعني يشرعينه الاجراء اللي هو ما غادي النشط نرافعوه وما غاديش يتم ادلأ بشي حاجة يعني اتحضر القاضي الاخر وبالتالي السبب الذي تم تخيره فيه الميلة فعال الحالة بدون اجراء هو وقوع وعكة صحية لأحد المستشارين المشكلين للحاكمة الذين تمنا له صحة جيدة وان تكون هذه الوعكة الصحية سحب عابرة اذا هذا هو الاساس القانوني الذي تم بناء عليه تأخير الميلة في الحالة